تحت شعار جميعا من أجل طربية دامجة وذات جودة للأطفال في وضعية إعاقة افتتح بطاط الموسم الطربوي الاجتماعي الجديد بمركز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة اليوم نفتح هذا الموسم ان شاء الله 2022 بنفس جديد بتطلعات ان شاء الله جديدة وتطلعات المستقبل لإدماج حقيقي للأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع ذلك ونفق الإرادة السامية لصاحب الجلالة وثم تقديم عرض مفصل حول أنشطة الجمعية وإحصائيات عامة لمنخرطيها ومختلف الأنشطة والنتائج المحققة خلال السنة الماضية وأيضا إحصائيات حول العطر العاملة بالمركز والمستفيدين من الخدمات المقدمة به في إطار مشروع تحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لموسم الطربوي الحالي ويسهر مركز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة على تقديم مجموعة من الخدمات للأشخاص الذين يعانون من أمراض التوحد والتأخر الذهني والأطفال في وضعية إعاقة الذين لم يتمكنوا من التمدرس وخدمات التحسيس والتكوين بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة